خمسة واربعون شهرا قضاها مغيبا خلف غياه بالسجن الاسير الاردني المحرر حمز الدباس يتنفس هواء الحرية بعد ان اعتقله الاحتلال اثناء عودته لاراضي الضفة المحتلة عام 2011 طيلة سنوات الاتقل لم يرى حمز عائلته كغيره من الاسر الاردنيين نجله الاكبر براء جاء من الاردن ليحضن والده للمرة الاولى بعد سني الاعتقل الاسر الاردنيين الاسف هم الاسر الوحيدين في سجون الاحتلال الذين من 2006 لم يزور اهليهم وكانت زيارة وحيدة قبلها ثبت سنوات اخونا على حمد له اولاد من 2006 او 2007 لم يراهم ولا يعني كثير من الاهالي لا يستطعون عبور الجسر اسأل الله لا يكون هناك معلقات ويكون بالقريب العاجل في شطر الوطن الاخر افراج الاحتلال عن حمزة بعد قضاء محكوميته بات اكتماله مرهونا بوصوله الى الاردن وسماح الاحتلال له بذلك عام 2013 بامعائهم الخوية ولما يزيد عن مئة يوم خاض الاسر الاردنيون اضرابا للمطالبة بادنى حقوقهم ما يربو على خمسة وعشرين اسيرا اردنيا على رأسهم مونير مرعي ومحمد الريموي لا زالوا في السجون الصهيونية يعانون اوضاعا صعبة بانتظار تطبيق بنود اتفق عليها بين الاردن والكيام تعيدهم الى بلادهم عانق حمزة الحرية بعد مسيرة اعتقال استمرت لسنوات خاض فيها ورفاقه اضرابا عن الطعام لرؤية ذويهم حرية لن تكتمل ما دامت بعيدة عن عائلته وارضه قناة اليرموك الفضائية همد الاطرش الضفة المحتلة